تواصل قوات حرس الحدود جهودها في توجيه درباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التي تستهدف الإدرار بالأمن القومي المصري على الاتجاهات الاستراتيجية كافة وقد تمكنت قوات حرس الحدود خلال 15 يوماً الماضية من تدمير أنفاق على الشريط الحدودي بسيناء فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من نبات البانجو والحشيش وكميات أخرى من الأسلحة المهربة على الحدود الغربية بالإضافة إلى إجهاض محاولات للهجرة غير الشرعية